فهذا شأنه خصام جدال مزعى ولا أبد قوله بقولنا واللي ما يقول رأينا ولا قولنا خبيث مجرم خارجي من الدين بلد والله حوله ولا قوته إلا بله إيش هذا المصيبة فهذا نوع من الهواء في الدين خارج عن حقائق الدين يبتلى بهمان يبتلى يدنسها ديانهم ويوحشها صير شأنهم الخصام والجدال في الدين ليل وانهار فكرون في الجدال حتى وحدهم واحد عندهم يفكرون في الجدالï جادلن بضروريه فقرو في جدال فالصلاه في جدال خارج الصلاة في جدال ينامه في الجدال يعلم في جدال بقول لهم بفألهم بنزلهم برد عليهم في هذا ففأل فيهم كذلك انكتب اجدال وانتكلم جدال وانت حاور جدال وانحصلك في السيارة جدال وانحصل في الطائرة جدال وانحصل في المطار جدال وانحصل في الشارع جدال هذا شأنه ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال وهذا شأنهم الجدال ولما مرسل الله عليه وسلم على الجماعة فكانوا يتكلمون في بعض أسرار القضاء والقدر مما لا ينبغي الخوض فيه وإشاعته فوقفوا أبهذا أرسلت إليكم؟ أبهذا أمرتكم؟ قوموا فانجروا ما أمرتكم به فاتم الودع ما تفتحون أبواب الخوض فيما لا يعني وفيما لا يفيد في الدين وفيما يتجاوز عقول العامة تحطونه على بساطة العامة فساروا ولهذا تجد بعض هؤلاء أغلاء هؤلاء بسرعة أول ما يسألون أطفال صغار عوام أي واحد يلاقي أين الله ناس أمانوا بالله وعلموا أن كل شيء يحتاج إليه وما يحتاج إلى شيء وأنت قاعد بغد تقول لهم مكان لربهم كأن ربك هذا محتاج لمكان يحل فيه هذا السؤال ورد عن من؟ وجاء عن من؟ حديث الجارية في مسلم حديث الجارية في مسلم لفظه جاء بروايات أخرى تدلوا على غير هذه رأيانه ما حصلت المدلات ولو عرف عن التعب إصحابه الخلفاء الراشدين وعن تبعين وعن تبعين أدين يتحول هو رأس الدين وهو أصل الدين عجيب هنا أنت بعضهم عند بعض الأكياس من النماء قالوا أين الله قالوا أنت يا قيل الأدب ضيعت ربك وجيت تسأل عني عني عندي هنا قالوا ما تداري فين ربك جيت تبحث عن ربك عندي هنا من الله وسكت معرفة إيش يقول هو بله وهذا عامي موفقه قالوا أنت ضيعت ربك جيت تبحث عني عندي هنا التدور لربك ما تداري فين ربك لا إله إلا هو وقال له بعد الأكياس والأخيار من العلماء قساله أين الله قال له بالمرصد إن ربك نبي المرصد هلأ أولا بغيت تجسم أنت وتحجم وتعبد صنم والحياذ بالله تبرك وتعالى والدبرمحل والحق خالب كل شيء لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إلى كل شيء جل جلاله وتعالى في علا باش هذا شأنهم تعصوا بالبغض لمن خالفهم في مذهبهم ولو كان مسلم ولو كان مسلم إلا إلا يصرح بأنه عشد من اليهود ونصار حولها تقول هذا أقبط من اليهود ونصار أغسو عشد كفر منه أول هذا بعد من قدامه قتل أبو هذا والقتل بعدين اليهود بهذا الصور شوفي لا فيين يوصل هذا الغلو وهذه العوبة الشيطان لأنه ما يطمع بعد نور الهدى المنشور على يد المصطفى في الأمة لا يطمع أن يعبده المصلون ولا أن يشركوا بلا شيء أبدا لكن يطمع في التحريش إن الشيطان قد أيسى أن يعبده المصلون في جزير ثرفين يطمع في شيء ففي التحريش بينهم وهذا جنود التحريش الغلاء أكبر جند التحريش لإبليس يستخدمهم استخدام متقن يوذي بهم الأمة ما لا يتمكن أن يوصلوا بغيرهم من الأداء هم أدواته أدواته للتحريش أصحاب الغلو في الأداء